قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب إلى السدرة سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال الله يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة هكذا فرضت الصلاة في السماء ومن رب السماوات والأرض وأوكل عز وجل إلى ملائكته أن تتعاقب على عباده المصلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الصلاة ذكرها القرآن الكريم عشرات المرات وشدد على فرضيتها وإن طائفة من أصحاب جهنم قد هلكوا بسبب تركهم الصلاة ما سقر قالوا سنككم فيه أولنك من المصلين قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى أمر الله تعالى بالتهيئ للصلاة بالطهارة من رفع الحدث وإزالة النجس وهذا يتطلب أحيانا من المسلم أن يدخل الخلاء ولدخول الخلاء آذاب ينبغي على المسلم مراعاتها أن يدخل برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أن يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك احرص أخي المسلم عند قضائك لحاجتك أن تكون بعيدا عن أنظار الناس لا تدخل معك ما فيه ذكر الله تعالى اجتهد أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط لا تتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا لضرورة لا تستجمر بعظم أو روث فإنه زاد إخوانكم الجن الاستجمار بالأحجار يجزئ عن الماء فاجعلها وطرا لا تتمسح ولا تستنجب اليد اليمنى قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه الماء وشروطه يشترط أن يكون الماء كافيا للوضوء ولحاجة المتوضع فإن كان الماء غير كاف لذلك كان فرضه التيمم ولا بد أن يكون الماء طهورا أي لم يفقد صفته المائية بنجس أو طاهر فإذا تغير الماء بمخالطه لطاهر كماء الورد أو عصير الليمون أو البرتقال مثلا صار الماء طاهرا وليس طهورا وكذلك إذا خالط الماء نجس كبول أو غيره تغير به الماء صار الماء نجسا وكل الماءين لا يصح التطهر به أما إذا كان تغير الماء بسبب المقر الذي هو فيه أي المكان فلا يضر ذلك ويجوز التطهر به الوضوء طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا الإسباغ أو تعميم الأعضاء والإسباغ لا يعني الإسراف في الماء عند الوضوء لغير حاجة أو ضرورة إنه لا يحب المسرفين احرص أخي المسلم على الاقتصاد في استعمال الماء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد والصاع هو أربعة أمداد والمد يقارب لترا إلا الربع أخي المسلم اعلم أن النية فرض واجب في كل العبادات ابتغاء رضا الله تعالى وامتثالا لحكمه والنية محلها القلب ولا عمل لللسان فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ابدأ بغسل الكفين إلى الرسغين قبل الوضوء فهي سنة إلا إذا كنت مستيقظا من النوم فيجب غسلهما ثلاثة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة فهو لا يدري أين باتت يداه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فتمضمض وقال من توضأ فليستنشق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر الفرض هو غسل الوجه مرة واحدة وما زاد عن ذلك فهو سنة وعلم أخي المسلم أن نحد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحيين فإذا كان المتوضئ ذا لحية كثة فيكفيه غسل ظاهرها ولا حاجة لتخليلها وإن خلل فلا بأس أما إذا كان ذا لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها فوجب تخليلها لإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق هو الذي بين العضد والساعد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك ومن هديه صلى الله عليه وسلم إجازة المسح على الجبيرة ويكون ببل اليدين والمسح عليها كلها مرة واحدة مسح الرأس عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأخف